بقطع بسيطة وبجهود ثردية وذاتية تمكن رضا ذو الخمسة عشر عاما من تحويل حلمه إلى حقيقة بعدين ابتكرت أنامله هذه الطائرة التي جسدت إبداعه في عالم الاختراعات والابتكارات طائرة تعمل بتحكم عن بعد قابلة للتطوير يقولوا إنها من الممكن الاستفاد منها في مجالات شتى بديت أبحث عن الطائرة وشون الطير وآلية الأعمال أجزاءها فقمت أحب هاي الشغلة وصار لي هوس عليها المعادات التي استخدمتها محرك من نوع بروشلس ذو قوة 2450 كيبي 26 ألف دورة بالدقيقة زائدا ماطرات سيرفو اللي هي تحكم بالجنيحات لحد الآن هي تحكم عن بعد بإضافة أجهزة الملاحة وأجهزة التصوير شعة تحت الحمار ممكن أن نصير طائرة مسيارة استخدامتها يعني كطائرة مسيارة بالزراعة تستخدم رشل المبيدات مثلا نقول الأمور الأمنية رضا الطالب في ثانوية المتميزين بالنجف يؤكد أساتذته إن الدعم له ولأقرانه من الطلاب المبدعين لا يحظى بقدر حكومي كافي يؤهلهم لاستخراج طاقتهم الابتكارية داعين وزارتي التربية والتعليم العالي إلى احتضان هذه المواهب وصق لها لو توفر الدعم لأي مبتكر لأي مبدع رح يكون من المسرعات في الإبداع والابتكار المال في ذلك دعمنا هذا البسيط والمحدود أبتكره أو الطالب هذا أبدع في هذا المجال فلو توفرنا الدعم الأكبر رح يكون طبعا إبداعه أكثر ابتكاراته أكثر فنحبذ ونفضل وندعو أن تدعم هذه الطاقات الشابة اللي عدنا متوفرة في هذه المدارس نعمل من وزارة التعليم العالي أن تابحهم خاصة ملفات الطالب التجوية يعني احتمال حتى التعليم العالي توصل لهم وتدهم جوانب الهندسية ما صار تركز عليها بالسنوات الأخيرة يعني غالبية الطلاب يوح الجانب الطبي جانب فمرات بعض المواهب تندثر وليست هذه الطائرة ذات التصميم والهيكل المتطور هي الوحيدة التي استطاع رضى ابتكارها فسجله الإبداعي زاخر باختراعات علمية متنوعة يأمل بأن ترى النور والرعاية الكافية من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر